من المهم التذكير اليوم بأهمية المسار الذي اقترحته ورسمته ثورة فبراير فهناك من يسعى لتزييف التاريخ ظنا منه أنه سوف يغطي على أخطائه الكارثية وعلى سياساته المنحرفة التي أدت للانقلاب على عملية الانتقال السياسي كما تعلمون كنا على مقربة من الاستفتاء على دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية الحكومة التي تشكلت بعد ثورة فبراير عكست فرصة للفرقاء السياسيين لبناء نموذج حديث بالحكم لكن ما حدث كان مخيبا للآمال انقسم أهل الحكم ما بين متآمر ومتواطئ وإلا كيف سقطت البلاد في يد ميليشيا تعتنق أفكار فاشية وتتبنى عقيدة سياسية تتناقض مع إرث الحركة الوطنية اليمنية شمالا وجنوبا بهذه السؤولة هذا الإخفاق الكبير صنعه الذي كانوا ممسكين بزمام الأمور اللي كانوا يملكوا نفوذ داخل مؤسسات الدولة ويملكوا تأثير على المحافظين وأعظام أجلس النواب ولديهم سطوة داخل المؤسستين العسكرية والأمنية طبعا ما فيش وقت أنني أخذ أكثر في تفاصيل هذه المسألة معظم اليمنيين يعرفوا ويدركوا كيف أدير هذا العبث وكيف تم تسويق هذا الانقلاب الإجرامي لليمنيين وللعالم أنا اليوم أدعو كل اللي كانوا شهود على تلك المرحلة وكل الذي لديهم معلومات حول هذه التدخلات المريبة اللي أدت لإنهيار البلد للحدث عن كل ما يعرفونه إحنا محتاجين لهذه المعرفة لأنه هذا يجعلنا أكثر يقضة في المستقبل وأكثر قدرة على التصدي للمحاولات التي تسعى للنيل من بلدنا واستقرارنا وحياتنا على غرار ما حدث نتيجة لانقلاب 21 من سبتمبر 2014 المشؤون